موسيقى المشكلة في غاديو بلوس كانت نعمل البرنامج اسمته بيناتنا من 2010 حتى 2013 المدة تلت سنين كان البرنامج يومي البرنامج هو الفكرة والإعداد والإنتاج البرنامج هو في خانة تولك شو الفني كان صدف فيه فنانين أول شي النقطة الأولى البرنامج كان معروف جل الفناني المغاربة معروفة يعني ما سنقول في مجال الغناء نعطيك أمثلة ومشي على سبيل الحصر يعني الساعد المجرد حاتم عمور حاتم إيدار الدوزي الخياري فاهيد ساعد نصري سنهاجي أي إسم يمكن أن نتحلك يعني إن كان كيزول مينات الفن في هذه الأوقات فهو دازة في البرنامج فالبرنامج كل شيء يعرفوا استغربت على أن الآن من قناة ندي أن تيفي اللي قناة أكيد كان أحترمها على أن كتعمل البرنامج من نفس الخانة للبرامج اللي هو التورك شو الفني وعلى أن عنده نفس الإسم بيناتنا شيء آخر مثلاً غير نقولك بأن الممتلة مقتديرة بشرة أهريش اللي كانت نشط أيضاً البرنامج بالإضافة لزميل وسامة بن جلون فهي أيضاً كانت من ضيوف دي البرنامج اللي بيناتنا يعني تاياكت عافل البرنامج وكل شيء البرنامج تقريباً نفس تصور يعني منشطة نفس الشيء اللي كنا عملين كخونيكور كانت عبدو الشامي كانت معي مرياج عدود كانت معي صويلاح كانت معي زوبير عميميك معي أمين هني يعني حتى الناس اللي يشتغلو فيه فهي أسماء هذه اللي معروفة اللي يشتغلت وعاد الضيوف كان قللك تقريباً كل أسماء اللي كانت كانت تزاول للمهات الفان ديكساعي يعني ماشي اللي بدو من بعد فهما كانوا ضيوف للبرنامج وعاد البرنامج مصوار وكان في يوتيوب ويكفي الواحد اللي قادت تعمل بناتنا في يوتيوب غيطلعوا لك الحلقة دي البرنامج فبالتالي أنا استغربت كيفاش على أنه يتخذ نفس الإسم وفي نفس الصرف من البرامج أنا أول شيء يعني كنت يعني توصلت خلال الإعلام فقلت يعني يوصل الميساج لأنه ما كان ضنش ما كان ضنش على أنه ما كانوش يعرفوا البرنامج وإلا كانوا مثلا نصبقوا حسن نية بأنه فعل ما كانوش عرف بأنه كانوا واحد البرنامج معنين كنستغرب هاي المناسبة من خلال الإعلام عرفوا نشوف الآن يعني ردة الفعل دياله ومن خلال ردة الفعل ديال القناة ديكسة عن كل حديثين حديثين باقي نتنو اليوم وغداوة يعني مسألة ماشي ديال على وقفة على اليوم بالطبط فهداليومين هذي إن شاء الله هنشوفوا وشكين ردة فعل منطرف القناة أو لا لا يعني هذي واحد مسألة كن أكد عليها كن شعر جسمي حقوق الملكية الفكرية فهذي يعني ملكية فكرية ديالي يعني برضا ماش فكرية ديالي وماشي حتى غير اللي موالفكات وقع على أن برنامج كاتبوا ومبعد لقيتهم بأنهم صارق الفكرية لا البرنامج كان كتدار رات التسنين كتدار بشكل يومي ومعروف وكين في يوتيوب مصور يعني ممكش نتسهل في هذه المسائلة خلصا أن الإعلام هو اللول اللي كي حارب القرصانة وكيدعي المحاربة القرصانة فمنكونش احنا هم يعني حاميها حرامية يعني أشياء اللي كان ندعو الناس أنهم ما يعملون وانش تقول نحنا اللولين اللي كانديروها الآن كما أقول لك أول شيء كانت أنها ردات فعل القناة ثاني شيء كان المكتب المغربي للحقوق المؤلف كان تواصلت أيضا مع الأستاذ الدكتور عبد الحكيم قرمال اللي هو رئيس الائتلاف المغربي للحقوق المؤلف الآن هو متوجه هنا تواصلت معها غير رجع ونأخذ أيضا استشارات في هذا الموضوع هذا فكل شيء غير تبنى على ردات فعل القناة وشنو غادي يعملوه موسيقى أولا كما قلت أنا كان طالق من منطلق حسنية بأن ربما ما كانونش عارفين بوجود هذا البرنامج فالآن كأقول لهم بأنه رأي فعلان كان برنامج وكيد داع ومصوار ونفس الإسم ونفس الصنف من البرامج فكلكم نظر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تأبوناو في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية موسيقى